رح ندير تعريف بسيط للتغذية العلاجية التغذية العلاجية هي جزء ليتجزأ من نمط الحياة الصحية يعني في حين الإنسان يحتاج إلى كمية من الطعام لتحويلها إلى طاقة للقيام بالعمليات الحيوية يعني في حياته هنا نوعية الطعام لتناولها الإنسان هي اللي تتحكم في جسمه في صحته نقول لحنا على المدى الطويل يعني إذا كنت متبع نظام غذائي صحي مع ممارسة بعد الرياضة رح تحافظ على وزنك وعلى صحتك يعني طول العمر إذا كان العكس رح تقفع على صحتك يعني بالمدى الطويل أيضا التغذية العلاجية هي خطة متكاملة يعني لبعض الوجبات المناسبة لأشخاص عندهم بعض المشاكل مثلا كالسمنة النحافة مرض المزمنة مثل السكري وضغط الدم أيضا حتى زيادة الوزن زيادة نعم مرض السمنة والنحافة يعني اللي عيدهم نحافة حابيني عزيات الوزن نحافة هذه نحافة نحافة أيضا نسلة عاني من السكر وضغط الدم